الأسد والشوكة حكاية من التراث الروماني القديم كان يا مكان في قديم الزمان وفي مكان ما من أفريقيا راع طيب القلب وفي يوم من الأيام ذعرت الخراف وهربت فتعجب الراعي لذلك وقال ماذا هناك؟ لقد كان أسداً وقد اقترب من الخراف وزأر ورفع رجله الأمامية لقد اعتقد الراعي بأن حياته قد انتهت وما هي إلا لحظات ويفترسه الأسد لكن الأسد لم يهاجم الراعي وفتح الراعي عينيه ببطء متعجباً من سلوك الأسد وتعجب أكثر عندما رأى شوكة مغروسة في قدم الأسد هل تريدني أن أنزع الشوكة؟ حسناً وتقدم الراعي من الأسد ونزع الشوكة من قدمه هل أنت بخير من الآن؟ الحمد لله ومضت عدة سنين لقد كانت روما في حينه دولة قوية ولها جيش قوي استطاعت روما أن تخضع العديد من الدول المجاورة لها وتوسعت فتوحات روما لتشمل جانباً من القارة الأفريقية لم تكن الدول الأفريقية آنذاك في وضع يمكنها من الدفاع عن أراضيها فسقط العديد من القتلى وأسر الآخرون وكان الراعي ضمن الأسرة لقد داهم الأسر الأفريقيين الجوع والمرض ومات العديد منهم ولم يصل إلا القليل القليل لم يكن ينتظر الأسر الأفريقيين سوى الظلم والمهانة عليكم باستعمال هذه الأسلحة لقتل بعضكم البعض أمام سكان روما يا له من أمر مهين لقد استمتع الرومان بمشاهدتهم الأسرة يقتل بعضهم البعض لا لن نقتل بعضنا نحن أصدقاء تربينا سويا ونشأنا سويا نحن مواطنون من بلد واحد سوف تقتلون في كل الحالات عدا الأخير سوف يطلق صراحه ويصبح خرا واحد فقط نعم واحد فقط سيبقى حيا أسمعتم واحد فقط أسمعتم لقد تألم الأسرة لما سمعوه وعرفوا بأن الموت ينتظرهم في جميع الأحوال إن لم يكن على يد بعضهم فسيكون على يد الجنود الرومان إذن القتال يعني الحياة للأخير وذهب الأسرة إلى الملعب بعد الراعي لأنه لم يستطع أن يتصور بأنه سيقتل أحد أصدقائه هل ستقاتل؟ أرفض استعمال السلاح يمكنك أن تقتلني هنا لن أقتل أصدقائي لن أقتلهم أبدا لا فائدة من قتلك هنا سوف أدعك تموت هناك حيث يستمتع الجميع بمشاهدتك ماذا؟ انتظر قليلا وهكذا ذهب الأسرة يقاتل بعضهم البعض طمعا في الحياة ودون أن يكون لهم رغبة في القتل كفا 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 أرجوكم كفا أرجوكم كفا أرجوكم لا يقتل بعضكم بعضا كفا 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 أرجوكم كفا أرجوكم كفا أرجوكم كفا أرجوكم كفا أسد سيمزق جسم الأسير أليس ذلك مشوقا؟ كفا أرجوكم 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 وقفزا منها ثلاثة أسود وشرعت بمهاجمة الراعي وحارب الأسد بقسوة لينقذ صديقه الراعي الذي أنقذه قبل سنوات الأسود الثلاث أوقفت هجماتها خوفا من الأسد المدافع وتراجعت أما سكان روما فلم يصدق ما تراه أعينهم أسد ينقذ حياة إنسان ولكن الإمبراطور الجائر صرخ قائلا تعالف بين الحيوان والإنسان أيها الجند اقتلوهما معاً هيا اقتلوهما اقتلوهما معاً هيا اقتلوهما ووقف الأسد أمام الراعي ليحميه من السهام ولكن هل هناك أمل بالنجاة؟ بدأ الجنود في تصويب سهامهم ثم إصبعوا عنهما اعفوا عنهما إنها أصوات سكان روما إنها أصوات سكان روما ولكن لا أحد منهم يستطيع إيقاف القتال اصبحوا عنهما اصبحوا عنهما أصبحوا عنهما ماذا؟ حسناً أصبحوا عنهما وأدخل الراعي وصديقه الأسد الحنانة والمحبة في قلوب سكان روما المتعطشين للدماء اشتركوا في القناة